من يومين تلاتة كده يا شباب كنت بدور على جوجل بلايه او البلاي ستور عشان نشوف كده ايه لو في برامج جديد او حاجة لقيت بصراحة برنامج انا مش عارف هو جديد ولا قديم بس انا اول مرة كنت اسمع عنه او امر اشوفه جربت نازل البرنامج ده ومن حلوته وجماله يا جماعة بصراحة البرنامج طحفة يعني استفازين اني لازم عمل بيه حلقة واطلع طبعا اعرف بيه الناس ايه هو البرنامج ده ويعني استفازين ليه وايه الجمال بتاعه وايه الوظيفة اللي بيقوم بيها ده يبقى موضوع حيات النهاردة ان شاء الله بس انت اكيد لو مهتم ما تبخلش عني تدعمني بقى اللي حاجة يعباره عن لايك كومنت جيميز زي كده اشترك في القناة انت قمها تشوفني فعز زر الجرس بيهلا بينا عشار حيشة بيه اه طبعا جماعة ربعة دل الانترو كالعادة نخش عطوه في موضوع الحلقة بص يا شباب البرنامج اللي بكنا معيه النهاردة هو برنامج اسمه طبعا البرنامج تده تحمله بشكل مجاني مفيش في مشكلة خالص مجهد ما تفتح البرنامج كده هتقدر تديره ايه كل الصلاحات اللي هو محتاجة او كده بعد كده تقوله هنا انا بلغط عاديل ايه دي بص يا جماعة الفكرة كلها ان هو يعني انتغط عاديل عشان يخليك تعمل على بس هو مشكلته بس ان هو بيفض عليك في اول كل حاجة ان هو اللي نجاز نشوف اعلان يعني بس انا عشان نضيف ووجت معين اول مرة بس لازم يخليك تشوف اعلان هو فرض كده هو دي مشكلة البرنامج بس نجاز 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 نجيخليك شوف الاعلان ده. بعد كده خلاص انت يعني ضفت الووجت بقى انتشوفت اعلان مرة واحدة فخلاص خلصنا مش مشكلة يعني فانت هنستحمل بس مع بعض ان احنا بنشوف ايه? اعلان مرة واحدة يعني طيب بعد ما شفنا اعلان خلاص هو الواحده جاب له المنظر ده كده هتقول له هنا كده هتقول له بقى كده هنا اد هو يبدأ بقى يضيف لك كزا عندك على الهوم برا كمان اد اخر واحد طيب لو جينا كده هتلاقنا على الهوم برا كده هلاقى دي الهو اللي هو عادنا نعمل لها اد 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 دي الشكل انت موكم تشتقي يعني لو عاقبك حاجة فيهم موكم تخليها عندك لو مش عاقبك موكم تمسحهم عادي انا بصراحة ده شايف ده شكله جميل جدا يعني لازيز او بصراحة يعني حتى جايب معلومات عن التلفون وكده يعني طيب ما علينا نخش كده على البرنامج تاني ادي برنامج هو طيب ايه بقى مش يدوه في البرنامج ده اللي انت راح تتكلم عليه هو بصراحة حاجتين اللي هي اه ايربوتز بوب اوب واللي هي ديناميك ايلاند بصراحة الاتنين دمت ممتازين جدا طيب نشغلهم ازاي لو جينا مسلا على ايربوتز بوب اوب دي وضغطنا علىها هنا كده هلقوله هنا فأنا كده هعمل وهنا كده الاو وهدول الصلاحية اللي هو عايزها وقوله هنا كده الاو ان هو يشغل بلوطوس بتاعه يعني في مثلا عندي هنا اللي سماعات دي انا كنت يعني اعمل عليها قبل كده وهنا كده الاو فهدول الصلاحية اللي هو عايزها واعمل باك تاني وهوا افعل ده من الافترض الاعلان Lilas يعني فهقول له ماذا فاقلة الاعلان ايضا ابحاني شراء فيه بعد انه من في ف TON عالم خلاص انا بص بقى الشكل بتاعها بيعمل ازاي? انا دوقتي لو جيت هنا مثلا وفتحت بتاعتي عشان اعمل كونكت عادي خالص بينها وبين التليفون. بص شكل هيطلع حاليا يا جماعة. اه. ده الشكل طالع يعني بصراحة شكل جميل جدا. جاب لي هنا كده البطارة في السمعات انها فيها تسعين في المية. والعيل بازت نفسها فيها تلاتة وسبعين في المية. طبعا الشكل تموكم تغيره. بس للأسف مش مجاني. لازم تعمل اب جيت للبرنامج عشان تجيب اشكال تانية. انا ودخلنا على البرنامج هنا كده. ودخلت هنا على هنا بقى طبعا هيجيب لك اشكال كترة جدا انت موكم تختارها. لشكل بتاعتك. انا مسلا في عندك شكل زي ده. قلونا كده بس الصلاحية. قلوه الله ماشي. شكزا ده كده. ده موكم اللي يطلع لك. بس ما انتو اخدين بالكو. انا عشان قدر استخدامه. لازم اكون يعني اللي هو انا شاري البرنامج او كده يعني. في اشكال بقى كده جدا جميلة جدا بصراحة. بس زي ما انتوك لازم تكون شاري البنامج دي مشكلته بس الوحيدة يعني. طيب ادي مسلا اول حاجة اللي هي كانت بتاعت اللي هي الحاجة التانية اللي عايزة اتكلم عليها. لو طلنا على الهوم هنا كده. وجينا هنا على اللي هو ديناميك ايلان. دي برضو لو دخلنا عليها هنا برضو كالعادة هتشوف اعلان وارجع لكو تاني. اه بقى مجانة اهو. هنا بقى اللي حاجات اللي جنبها اكس دي. دي صلاحات هو محتاجة ياخدها يعني. فانا هتدوله الصلاحات اللي هو عايزة ديت. وهنا اللي هو عشان بس يبقى شغال في الخلفية وكده. هت عم بقى بيقول لي اختار البرامج اللي انت عايز اجيلك منها بتاع ديناميك ايلاند دي. ممكن بقى نختار برحيتنا اي برامج يعني اختار اللي انت عايزه اي ممكن بقى تختار كله زي ما قطرت لكم يعني اي حاجة انت عايزة. واقول له في الاخر هنا بعد كده اقول له هنا ايه. واطلع مسلا قوله هنا كده خلاص. اطلع بقى هنا كده. طيب لو حبينا نجرب مسلا اي حاجة اهو جربنا مسلا شغل حاجة على فرضا يعني. لو ضغطنا على ده هنا كده. بص يا جماعة نشوف الشكل فوق اهوت. جايب لك الشكل. شغل تاني. جايب لك الشكل فوق اهوت. بشكل له جميل جدا مساعد وغط عليها. ممكن بقى تعمل هنا مسلا او تجري او تجيب لقابلها او كده او تقفل. طبعا بقى ايه بالنهاية انت مختاره برضوك هيجي لك منه بالمنظر ده. طيب في حاجة اخيرة برضوك ممكن ما اكلمكم عليها يعني هتعجبكم برضوك موجودة في البرنامج ده لو دخلت على البرنامج تاني هنا كده وجيت فوق هنا كده مسا عليها دي برضو جماعة انتم ممكن تغيره شكل بتاعكم يعني حطوا التلفون بتاعكم في الشاحن بيغير لك الشكل بتاع طريقة الشحن يعني بيجي لك شكل كده جديد هنا مسلا كده هنا برضو كالعادة هيقول لك تفرج الاعلان فهاشوفوه وارجع لكم طيب ده كده خلاص بعد ما اتفاقت الاعلان يعني هيجي لك بالمنظر ده هنا كده انتم ممكن بقى هتختار برضوك تغير الشكل اللي انت عايزه يعني غلطني مسلا على دي طبعا دي كلها اشكال انتم ممكن تختارها تبقى موجودة وانت تشحي ترفون بتاعك بس كالعادة يعني هقول لك طبعا تفرج على الاعلان يعني مسلا فرضا لو اخدنا حاجة زي كده وارطوله هنا مسلا يوز ماتيريال طبعا بص يا جماعة شبابين ده الشكل ده الشكل يا جماعة شبابين برضو ده الشكل بتاعكم لما تحط الفون في الشاحن هيجي لك بالمنظر ده كده لو انت عايز تستخدم ده تقوله هنا كده يوز ماتيريال فطبعا يا اما انت عامل او تقول له واتشوف برضوك اعلان عشان تضيف البتاع دي بس صراحة بالنجدة جميل جدا يا جماعة يعني حلوة قوي 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 كان لازم اطعم بي حلقة يعني فبس يا جماعة ده شرح النهاردة لو عجبتك الحلقة ما تنخلش على بلايك كومنت جميل زي كده اشترك في القناة انت مش مشترك فازر جرس وبس كده يا شباب سلام